مرحبا من كل مشاهدين الكرام الأستاذة ناغم بتتكلم في سؤال عن سورة الملك في قول الله تعالى فلما رأوه زلفة تنسيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون هي بتكلم على كلمة زلفة ما تقصد يعني القرب والدنوب إن الكفار كانوا بينكروا قيام الساعة وينكروا الحساب والعقاب والجزاء وكل شيء فالآية هنا بتصور حال هؤلاء اللي كفروا لما يأتيهم ويبقى زلفة يقرب منهم ويشوفوا بعنهم اللي كانوا بيكذبوه في الدنيا عندما يرون ما وعدوا بيبقى من الحشر والحساب والوقوف ليه بعد الحساب يأتي بعد ذلك الجزاء وهكذا ساعتها هتسود وجوههم وتظهر عليهم علامات المذلة والانكسار لإن دي هي علامات الكفار يوم القيام وتقول لهم الملائكة يتقلهم من قبل الملائكة الكرام اللي انتوا شايفينه ده وكنتوا زين بتقولوا ده بعيد مش هيجي هو دلوقتي قدامكم هو اللي كنتم يعني تركتم الدين وطلبتم الدنيا وقلتوا ان اليوم ده مش هيجي ها أنتم الآن تشاهدونه بأعينكم أمام أعينكم وها هو قد وقع الآن ده معنى الكلمة من خلال سياق الآية حريب سألي برضو على الكلمة التانية في الختام السورة قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين فانت بتقولي غورا قل هنا الخطاب لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام إنه قل لهم أيها الرسول الكريم أخبرهم هو طبعا الصورة عموما يعني فيها تنديد بما كان يصنعه الكفار وبما كان يطلبونه وكانوا بيتمنوا موت النبي وبيتمنوا موت الصحابة الكرام وكان القرآن بيندد بما كانوا يعني حتى لو إن دنى أجالهم أو إن أجالهم أو كانوا أصحاب أجال طويلة من اللي حينجيكم من عزب ربنا وترجع السورة برضو توجههم إلى النعم اللي موجودة حواليهم في محاولة إلى إنهم يفيقوا إلى الخالق العظيم فهنا الخطاب لحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لهم أيها الرسول الكريم أخبروني إن ذهب ماءكم غورا يعني غار في الأرض اختفى من قدامكم بحيث لم تعد أيديكم تطاله كما كانت تطاله أو كانت تطوله يعني فمن يأتيكم بماء؟ من اللي حيرزقكم بغيره؟ لبعد هذا الماء غار الماء ويعني دخل إلى أعماق الأرض بحيث الإنسان ما قدرش يستعمله فأيديكم مش هتقدر تصل بيسر إلى هذا الماء وجاب الماء هنا أو خص الماء بيئة ذكر لأنه نعمة ظاهرة قوية يشتد احتياج الإنسان إليها رغم أن الإنسان بيستهتر به فجاب نعمة دقيقة لتذكير هؤلاء الغافلين بنعم الله تعالى في أنفسهم وفي الكون حولهم ليبصروا آيات الله ويصلوا من خلال التأمل فيها إلى بديع صنع الخالق العظيم عشان كده ده معنى غار يعني اختفى أو إنه غاص في الأرض